اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونبدأ نحط عليها كوبايتين الصلصة ونديها غلوة واحدة بعد ما غلينا الصلصة نجيب الشربة ونحط فيها نص كمية الصلصة ونحط عليها الكوسة وما نزودش الشربة لان الكوسة بتنزل مية نحط عليها شوية بصر وفصين توم نحطها على النار حد ما تستوي بعد كده هنعمل نفس اللي عملناها في الكوسة هنعمله مع البطاطس هنجيب الشربة ونحط عليها باقي الصلصة نحط البطاطس وباقي البصر وفصين التوم ونسيبها على النار حد ما تستوي وبكده نكون خلصنا وبتنسى هلين ممكن تقدموهم معروز وده شكلها بعد ما استوتوا بالهنا والشفا